أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكايات كتير مع عبير عصمان النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جداً بيحصل في كل بيت وفي كل مستوى من أصغر مستوى لأعلى مستوى اتجوزني وعينه على الشابكة مين فينا ما حصلش عنده المشكلة دي؟ مين فينا ما حصلش لصحبته ولا جاره ولا قريبه إن حصلت مشكلة على الشابكة سواء هم كملوا الجوازة ولا لأ يطرق السبب ومين السبب في مشكلة اللي حصلة بسبب الشابكة؟ في حاجات إحنا مش عارفينها أو في حاجات حاصل يعني نقدر نقول سوق فهم اللي تثقافة اللي توعي بتحصل بسبب الشابكة ناس كتير لما بيجوا يتقدموا للعروسة بيقعدوا وبيقدموا الحاجة الزقعة والحاجة الحلوة ويتكلموا على الشابكة والبيت حيبقى فيه إيه؟ ومين هيجيب إيه؟ ومين مش هيجيب إيه؟ ييجي أهل العريس إحنا هنجيب شابكة بقد كده وأهل العروسة بيرتدوا واتم الجوازة أو ما تتمش لو حصل إنها تمت الجوازة فيه معتقد غريب جدا عند أهل العريس إن الشابكة هدية من العريس وإن هو ممكن ياخدها في أي وقت وبدون حتى ما يستأذن مراته طبعا فيه غلط كبير في الموضوع لأن بين قصين الشابكة جزء من المهر عمرك شفت في حياتك الزوج بعد ما يتجوز الزوجة بيرجع ياخد المهر تاني؟ أكيد لا الشابكة بما إنها جزء من المهر العلماء اتكلموا في الموضوع ده جدا في سنة 2016 ونزلوا بيان بيه يطرأ إيه البيان ده؟ وعايزين نعرف الموضوع بالتفصيل اسمعوا معايا البيان أكد فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام في فتوى سابقة له على موقع دار الإفتاء بتاريخ 13-2016 أن الشابكة المقدمة من الزوج لزوجته ملك خاص له فلها أن تتصرف فيها تصرف المالك فيما يمتلك وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو علمها حواديد كتير ومشاكل كتير وأخطاء في التفكير في الموضوع ده حصلت في عائلات كتير قوي طب احكي لنا وقول لنا القصة باش يزاي هحكي لكم حكاية حصلت في الموضوع ده من الحكايات الكتير العروسة اتجوزت العريس ولبست الشابكة قدام الناس كلها وتصوروا الصورتين وروحوا البيت وإنتوا عارفين طبعا العرف السايد في الموضوع ده إن أهل العروسة وأهل العريس يجوا بعد كام يوم من الجواز يقدموا الهدايا ويبركلهم وكل واحد عايز يواجب بيواجب بطريقته دخلت العروسة عشان تجيب الشابكة وتلبسها قدام الناس ملقتهش يا ترى إيه اللي حصل ندهت على جوزها وندهت على حمتها لأن للأسف العروسة كانت متجوزة في بيت عيلا فبتسألها قالت لها أكيد حد من اللي جاب الحاجات دي في البيت يعني سواء طلبات أو رتب أو كذا أخدوا الشابكة دي أو يعني إن هم تسرقوا ردت الحمى وقالت لها أنت بتتكلمي إزاي دي شابكة ابني وشقاه وإحنا خدناها بأي حق طالما ابنك اتجوز العروسة دي قدام الناس والشابكة دي كانت جزء من المهر وتمت الجوازة من حقها كل جرام في الشابكة لأنها أصلا جزء من المهر إزاي يعني الناس دي وصلت لها المعلومة الجامدة والجرأة الشديدة دي قوي إن ده شق ابنها ودي كانت هدية منه وحصلت طبعا مشاكل كبيرة قوي في الجوازة وللأسف أبو العروسة زعل على بنته وحس إن هي مش عايشة في أمان وإيه الجوازة ما استمرتش للأسف بسبب الشابكة ييجي بقى الراجل المصري الأصيل أنا حمضي على نفسي شيكات وحجيب حكة البيت بتاعنا يا حبيبتي باللقصات تمام تمام وكل ده عشان نبقى إحنا اللي اتنين في بيت واحد أنا عملتلك كل اللي انت عايزات الشابكة وجبناها وفرح وعملناه وفرش وفرشناه وكله جميل في مكان العروسة تفرح ده بيعمل لي كل حاجة عشان أبقى معاه إيه الحب ده الجميل اللي احنا دخلين عليه وحنعيش فيه بعد ما تتجوز بكام شهر تلاقيه يجيز علان ومكشر ما لك يا حبيبي فيه إيه اللقصات ترقمت علي أنا كده خلاص الناس حتشتكيني أنا داخلت سجن ومستقبلي ديعة وانت حتتبهدلي من بعدي طب أعمل إيه أسوي إيه ممكن تديني الشاب كبحة عشان أسدد لقصات بس دي بتاعتي ما تخفيش ربنا يفرجها كده وحرجعهالك والحمد لله 95% من الأزواج اللي بياخدوا الشاب كبالحيلة ما بيرجعهاش وطبعا الزوجة كلما بتعيش أكتر مع جوزها وهي مأهورة على دهبها لأن حاجة خاصة بيها وهي الدتهالك بيطيب خاطر مش في دمقها خالص إن انت حتقول لها وعد وما توفيش بيه شرعا وقدام ربنا أنت داخل على زنب كبير لأن ده يعتبر مال مش من حقك أنت وعدتها ترجعه فده بين فرقابتك وحتتحاسب عليه يجي يكلم مامته مراتي بتقول لي رجعه للشابكة سيبك منها يعني هي هتخرب حياتها عشان الشابكة هتودي نفسها والولاد فين خلاص خلاص هي هتضطر تكمل عشان الولاد اللي طلعين وإن البيت ما يتهدمش وتعيش يعيني الزوجة مكسورة وحاسة إن هي حقها مخضوم ومن مين؟ من أقرب الناس ليها من جوزها اللي قدت له أغلى حاجة عندها اللي هي شبكتها اللي المفروض يزودها لها مش ينقصها وحكاية تالتة من الحكايات الكتير على فكرة الحكايات دي وقعية مية في المية مش مجرد أساطير دي حكايات من بيوت وحكايات في مشاكل حصلت فيها أعداد كتير لأهالي عشان تتحل ناخد الحكاية دي الحكاية دي كانت لوحدة برضو اتجوزت زي كل الناس وفرح وجابت الشبكة وكذا بس جوزها بعد ما اتجوزت بحوالي شهر قال لها بقولك إيه بما إنهم يعني ناس طبعيين بيركبوا مواصلات وكذا قال لها ما تلبسيش الهب بتاعك في مواصلات لحسن حد يسرقهم منك هي قالت له طيب طب وبعدين قال لها بصي أنا هجبت البوكس ده يعني صندوق وحنحط فيه الشبكة وحنقفل عليه بالمفتاح وأنا هشير المفتاح وهي يعني صدقته أنه خايف على دهبها وعلى حاجتها وشال الحاجة بعد عشر سنين عايزة تطلع الشبكة لأن والدها تعبان ومحتاج علاج وهم ناس على قدوم شوية طبعا شرعا من حقها تضحي بكل جرام ليح لأن دي ملكية خاصة بيها هي مش يعني مش شرط أنها تستأذن جزها أخذ منه أو لا وفي مشاكل كتير بتحصل في الموضوع ده لأن الرجالة عندهم معتقاد أنه هو طالما هو اللي جايبها يبقى من حقها تستأذنه في كل خطوة فيها ومش واخد باله أنها بقت ملكية خاصة بيها عايزة تنقذ والدها واخوتها كلهم وقفين مع باباهم إلا هي فجزها مش موجود ومش لقيا المفتاح اضطرت تكسر الصندوق وبعد ما كسرت الصندوق المفاجأة لقت الشبكة بتاعتها مش موجودة ومحطوط مكانها شبكة اللي هي الاكسسوار اللي موجود في الأسواق اللي بيقولوا عليها الصيني طبعا عيات توزعلت واتقهرت واستنتوا لما رجعوا الشغل فبتقولوا شبكتي فين قال لها ياه دي حكاية قديمة قوي هو أنت لسه فكرة ده أنا اتصرفت فيها من أول سنة جواز فلوسي ورجعتلي قالت له فلوسك يعني أنا عايشة كل السنين دي على غش وعلى غداع قال لها لا مش قوي كده فلوسي ورجعتلي بأي حق بأي حق انت اديتلي نفسك الحق ده طبعا هي زعلت واتقهرت واتوجعت لحاجات كتير حست انها مخدوعة سنين طويلة ودت أمان وملقتهش ولما الزوج ما يبقاش أمين على مراته ولا يبقى سند صح ليها بعد والدها ما يستحقش انه يكمل معها عملت عملت ايه خدت بعضها طبعا ودمحها على خدها وراحت بيت أهلها وقعدة كبيرة عريضة طويلة جابوا أهل العلم وقعدوا فطبعا الشيخ قعد معي وقال له اللي انت عملته ده زنب كبير جدا قال له والله ده أنا الفلوس اللي خدتها من الشبكة دخلتها في شغل من وراها عشان يعني فيه ستات كده لما تعرف ان أزواجهم بيشتغلوا شغلانتين ممكن تطلب طلبات كتير فانا مرضتش أقول لها قال له الشيخ وبعدين قال له بصراحة وربنا ما باركليش في الشغلانة خالص الشغلانة فعلا ربنا ما وفقنيش فيها بل بالعكس أنا خسرت فيها كتير عارفين رده قال له ايه لأنها من مال حرام قال له ايه ازاي انا مالي حلال قال له ده مش مالك ده مال مراتك اللي تعتبر انت سرقته واخدته رغم عنها وساعتها طبعا هو حق نفسه فيه ناس بتعترف بالغلط وفيه ناس لا هو حق نفسه ووعد قدام الناس كلها انه حيرجعها لها الجرامات اللي خدها وعمل كده فعلا وفضلت في بيت أهلها لحد منفذ اتفاقه لكن فيه ناس مش فارق معاها القصة هو مجرد انه حس انه حكته ورجعت له اعتقاد خاطئ جدا مش عارفة مين اللي دخلوا في دماغ الامهات وخاصة ام العريس ام الزوج هو انتوا كنتوا بتدخلوا بيوت الناس تخدعوه بتتحقوا على جرانكم وصحابكم ان انتوا جبتوا شبكة يعني يقولك انا جبت شبكة بقدي كده والناس تتفرج وتفرح وتتصور وفي الآخر مجرد ما يتقفل الباب او حتى لو ما تقفلش الباب يعني لو الجوازة حصلت فيها مشكلة بتستحلوا حاجة ربنا اصلا حرامها مش من حقك تاخد شبكة مراتك الا لو هي عرضت عليك ولو شرطت عليك ان هي بعد ما ربنا يعدي الازمة وانت ترجعها لها انت لازم ترجعها لها لكن ان انت تعملها شطارة دخلت في وزر ودخلت دخلت عليك زي ما بيقولوا مال حرام وما تزعلش ملة هيحصل لك بعد كده في حوارات كتير في الموضوع ده ومشاكل كتير وكل يوم بنسمع عنه حكاية وحكاية وحكاية بس يا ترى ايه اساس المشكلة؟ قلة الثقافة؟ ولا عدم التقرب للعادات والتقاليد الصح؟ ولا زمان الدنيا كانت اوضاح؟ اقول لكم المشكلة جات منين؟ زمان كان ييجي العريس عشان يتقدم للعروسة يقول لهم المهر هو انا هدفع قد كده مهر وقد كده هجيب بي شبكة يعني بيقسم المهر جزء بفلوس وجزء شبكة وحجيب كذا في البيت الدنيا واضحة لكن دلوقتي الموضوع اختلف تماما كل واحد عنده بنت عايز يفرح بيها وبما ان المشاكل بقت في كل حتة وفي كل بيت وسن الجواز بقى عالي للولاد وللبنات بقت الناس بتعمل العملية ده بقول لك ايه انت تجيب وانا جيب النص بالنص زي ما بيقولوا مش معنى ان انا يعني عندي بنت وتسهلت معاك في الانتري والصالون والصفرة معنى ان انت تيجي على حق بنتي المعنوي والادبي والاخلاقي والديني وتاخد مهرها او جزء منه اللي هو بين قصين الشبكة طب نحل المشكلة دي ازاي عبير اقول لكم في موضة او يعني حاجة اتبعوها اليومين دول في حالات الجواز بسبب المشاكل اللي بتحصل بسبب الشبكة وان انت جبته وانا ما جبتش والكلام ده بيعودوا في الصالون بتاع العروسة وكل واحد من الطرفين بيمسك ورقة انت حجيب كذا وانا حجيب كذا والطرفين اللي هما العيلتين بيعملوا ايه بيمضوا على الورق ده وبيبقى فيه كمان من العيلتين شهود مش عيب مش عيب ان انا اعمل كده لما انا قلتزم مع اللي قدامي بورقة وقلم مش عيب ليه بقى لان انا عرف برضو فيه مشكلة حصلت عشان الناس او قد بتدخل بعشم قوي يعني يقولك فلان ابن ناس وناس كويسين انتوا هتجيبوا الشبكة دلوقتي يقولك لا احنا هنجيبها يوم الفرح فيه ناس بترفض وفيه ناس تقولك مش مشكلة عشان العملية فيها راية فتحة وما فيش كتب كتاب عشان ايه منعا للمشاكل يجوا قبل الفرح بعد ما العفش يتحط جوه الشقة تحصل المشكلة كبيرة انت قلت ان انت هتجيب شبكة مثلا بتلت قروش يجي قبل الفرح باسبوع ولا حاجة والعفش خلاص راح يعني بيت العروسة والعريس تلاقي التلت قروش بقدرة قادر بقوا قرش او قرشين يجي قبل قبل عروسة يتكلم مع اهل العريس احنا ما اتفقناش على كده يقول له طيب خلاص نبوز الجوازة يعني حيبقى يجيب لها لما يتجوزها اللي هي عايزة وللأسف وللأسف فيه ابهات يعني تقول لك الناس هتقول علينا ايه البنت عفشها راح البيت خلاص مش مشكلة يا بنتي ما هقال لك هيعوضك بعد ما يتجوزك او تقعوا في المطب ده كل حاجة عشان توصل لازم تتعب عشان توصلها بالحب بالتعب المهم كل حاجة بيحصل فيها مجهود بتتعارف قيمتها الحاجة اللي بتبقى بالسهل بتروح بالسهل ساعة الجد لو حصلت مشكلة بينك وبين جوزك وقلت له انت قلت البابايا انك هتعوضني او هتزودني يقول لها خلاص اللي حصل حصل روح يشوفي ابنك ولا روح يشوفي بنتك خلاص يعني هي بيستغل فيها حتة الام اللي عايزة زي ما بيقولوا ايه يعني تحافظ على بيتها بقت في موقف ضعف انت بقى كسبت ايه من كده لما مراتك تبقى قاعدة وحست ان انت عند حقها عملت نفسك مش واخد بالك انت كده كانت حقها ما تزعلش لو ربنا ما بركلكش في صحتك في شغلك في حياتك حست بالتعاسة طول الوقت لان انت بينك وبين نفسك واخد حاجة مش حقك ودخلت على نفسك مال حرام لا ده كان فلوسي ده شقاية بس ما بقاش بتاعك بمجرد ما اتفقت اتفاق رجالة وخدت الاستاذة دي او العروسة دي او الامورة دي من بيت ابوها بسبب ان انت قعدت الاتفاق ده وقلت هعمل كذا مهر وحعمل كذا شبكة او حدفع المهر في صورة جزء منه يعني في صورة شبكة الراجل مش طول وعرض وشنبات زي ما بيقولوا الراجل فعل بيقولوا لك فلانا بمئة راجل ازاي مع انه فلانا دي ممكن تشوفها امورة وجميلة بس بمئة راجل في تصرفتها والراجل الصح اللي يقول الكلمة بتبقى ثيف على رقابته يحققها بالنهاردة بكرة بعده بس حاسس ان هو عنده دين ولازم يوفيه اوعى تحسب ان انت لو مشيت ورا كلام ممتك سيبك منها او كلام صاحبك مين ده اللي ترجع لها دهبها او كلام اختك اللي هي اساسا مش عايزك تبقى مبسوط مع مراتك انت كده صح فيه واحدة امنتلك وثابت بيت اهلها وجات عندك ونورتلك حياتك واستحملت معاك كتير وحتى لو كانت في قزمتك وصدقتك وانت كنت عامل عليها فيلم والموضوع مش كده تماما هي صدقتك وامنتلك مين حقها ان انت طالما وعدتها ترجع لها اللي انت وعدتها بيه اتكلموا في الموضوع النفسي للمرأة في موضوع الحاجة اللي هي تملكها علماء النفس اتكلموا في الموضوع ده لقوا ايه لقوا ان الحاجات الخاصة بالستة وخاصة الدهب والحاجات اللي هي الغالية على قلبها لو ضعت حاجة منها او فقدتها او حصل المواقف اللي بنحكيها دي بين الازواج بتحس بقهر داخلي قوي بينها وبين نفسها بتحس بخديعة بتحس ان حتة منها اتغذت ما كانش ربنا حلل الزينة للمرأة بالدهب والمجوهرات فانت خدت حتة يعني بتفرحها بدليل فكر كده مرة في عيد ميلاد او مناسبة او عيد جوازكم او اي حاجة انك تجيب مثلا لمراتك هدية دهب او حتى فضة يعني الحاجة اللي بتحبها وقد امكانياتك شوف الفرحة في عينها مش معنى كده ان استتات مديين ولا حاجة دي طبيعة زي ما فيه رجالة عندهم العربية بتاعتهم واهتمامهم بيها ممكن يكون اكتر من بيتهم وولادهم هو كده كل واحد ليه تركيب وليه حاجات بيحبها اكتر من الحاجات التانية انت هتكسب ايه لما تقهر مراتك وتحس طول الوقت ان انت دحكت عليها يعني نقولك بالحيلة يعني هو كل واحد بيدخل ايه انا علييا ديون طب اتفضل علييا قصات اتفضل كتبت شيكة على نفسي اتفضل هنجيب عربية جديدة اتفضل هي بتدهلك عشان هي السكت المصرية الاصيلة الجدعة كم واحدة حواليك وحواليا يعني ضحك بشبكتها وديتها مؤقتا لجزها عمطيب خاطر على وعد انه يرجعها لها ورجعها لها اقول لكم مين انا مشوفتش حد بس في حد واحد بس جزها رجع لها شبكتها ومش بس كده يعني كان كل شوية يزود لها دهبها مش شبكتها بس عارفين مين فاطمة حد عارف مين فاطمة فاطمة مرات الحج عبدالغفور البرعي في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي هو الوحيد اللي التزم بكلامه يا جماعة الموضوع ده مهم جدا يعني يمكن يبلوكم انه هو موضوع يعني يعني بيعدي علينا كل يوم لكن هو ممكن يخرب بيوت طالما ارتضيت ودخلت بيت الناس وخدت بنت الناس من وسط اهلها ما تبقاش انسان مخادع ما تقهرهاش على حاجة شرعا وقانونا بتاعتها خليك راجل في كلمتك ده انت يا اخي لو معكش الامكانية المادية ان انت تعملها لها او تجيبها لها مرة واحدة جيبها لها حاجة حاجة يعني مثلا مراتك ادتلك خمسين جرام جيب لها كل مرة عشرين فعشرة فعشرة ما حدش قالك يعني ادفع المبلغ مرة واحدة وهي برضو هتبقى مبسوطة لكن ان انت تغدعها هتقهرها وعرفنا الحل ما تسمعش الحد والحل الاهم ان اي حد داخل ياخد بنت الناس لازم نعد كعلتين نتكلم في الموضوع ونعمل عقد الاتفاق عشان كل حاجة تبقى واضحة حصلت مشكلة صغيرة او حدوتة اخيرة هننهي بيها كلامنا مرة واحد اخد الشبكة من مراته قال لها عشان برضو انا ورايا التزامات واست كذا واست كذا وهي برضو يعني ضحك بيها ودت هالو على كلامه عشان حيرجعها لها بعد شوية عارفين عمل بيها ايه جاب بيها شبكة جديدة للعروسة الجديدة ايه يعني انا مش عارفة اتكلم والله الموضوع فعلا قد ما هو يباني انه هو فن لا هو موجع الحاجات الصغيرة دي بتفرق جدا في الحياة طالما ان احنا ارتضينا نعيش تحت سقف بيت واحد لازم يكون بنتنا احترام وبيننا امان ويقول لك المثل يقول لك ايه من امنك لم تخونه هي امنتك على حياتها وعمرها مش عشان كم جرام ده بتخسرها ولا ايه ربنا يا رب يبعد عننا كل حاجة وحشة ويبعد عننا الناس اللي بتدخل في حياتنا وتفسدها بس انا مش بلوم الناس دي انا بلوم الانسان اللي بيجي يلاقي بيته جنة ولاده زي الفل وبيته جميل وامراته وقفة معاه وهي لما ضحت بشبكتها كان من سبيل الحب والعشرة اظن ما يكونش يعني الجزاء الاخير ليها ان هي تتحرم من حاجة هي اصلا ملكها مزاي ما امهاد كتير بيقولوا بيقولوا ايه شق ابني ده هديته حقه ورجعله انتو بتتكلموا ازاي يا رب تكون رسالتي وصلت ويا رب تكون الحلقة كانت خفيفة على قلبكم وان شاء الله باذن الله هتشوفوني تاني ان شاء الله وتسمعوني تاني وحكايات كتير مع عبير عصمان اشتركوا في القناة